طراحة أنت أثرت نقطة هامل غاية الحزب الاشتراكي قال بورقة العمل اللي فعليا كان في عنده مؤتمر صحفي أو عفوا المؤتمر الحزبي الخاص فيه تقريبا في وسط يونيو الماضي شو بقول قال أنه يعني هو رح يخفف طلبات اللجوء بنسبة 75% تسريع الإجراءات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي توزيع اللاجئين بشكل عادل فرض عقوبات على الدول أو على المقاطعة على الدول اللي ترفض التعاون ودعا إلى عمليات ترحيل وأيضا إلى يعني تشديد سياسة اللجوء دكتورة إشراقة ما بتشعري أنه هذا البرنامج ما برفلاحية حد أنت الطلاطي عليه ولكن هو فعليا إلى حد ما موجود ضمن طياط الأوفاوبي الأف بي أو بشكل أو بآخر يعني حتى اليوم الحزب الاشتراكي عم يتبنى خطاب الأحزاب إن كان اليمين أو اليمين الوسط بس هل برأيك هل هذا فعلا حل وسيخرجه من قوقعة العشرين بالمئة التي هي فعليا متقوقع عليها يا من المؤسف طبعا إنه يعني من ملاحظاتي بغض النظر عن دراسة في العلوم السياسية يعني مما صرت أنتخب وعندي هذا الحق إنه قاعد يكون فيه اللاعب على الملف بتاع الهجرة في حين إنه نحن إذا شفنا عدد المهاجرين يعني المهاجرات في النمسا يعني كم في المئة لما نجن غارينا مثلا ببلدان كبيرة زي بريطانيا مثلا يعني مقارنة بحجم النمسا وجغرافيتة وعدد سكادة بيقول لك هي الأرقام طبعا مرتفعة مرتفعة مقارنة بدول أخرى واليوم واليوم في خبر هام جدا يعني اليوم نحن قمنا بنشره نقلا عن وزيرة الداخلية جرهات كارنر بيقول نحن اقتربنا من الهدف صفر لجوء تقريبا يعني بيقول لك نحن في الربع الأول من هذا العام تم ضبط ما يصل لـ 300 مهاجر فقط في النصف الأول من 2024 على الحدود المجارية مع بورجلند بالمقابل كان في 2022 19300 يعني ارتاح أو ألغو 19000 خلال سنتين فبالتالي هو فعليا حزب الأوفاوبي فعليا قدر يحقق نقطة حقيقية يعني فعليا بإلغاء أو إنهاء موضوع الهجرة في النمسا ولكن هل الـ SPO فعليا قادر على أنه يقنع الناخب وأنه هو اللي هو فعليا ما بيقدر يكون يمين وما بنفس الوقت ما بيقدر يكون يعني ضد المهاجرين هل حيلقي هالنقطة الوسط يعني أنا بستغرب حقيقة إذا الأحزاب اليسارية حتغف ضد حق إنساني الهجرة أنا بالنسبة لي حق إنساني يعني لا يمكن تقيف ضد الهجرة ودائما إذا الـ SPO وكل الأحزاب إذا اتفقت في هذه المسألة في محاربة ما يسمى بالهجرة القير شرعية لأنه ضد المصطلح القير شرعي هو الإفقار اللي بيتم في البلدان التي يأتي منها المهاجرين والمهاجرات إذا أصلا كل الأحزاب لعبت على ملف الهجرة ينبقي محاربة أسباب الهجرة وليست الهجرة في حد ذاتها أنا بتوقع إنه إذا الـ SPO هيشتغل على نفس الملف قد يفقت أصوات ناخبين وناخبات يعني عدد كبير جدا وعندهم موقف واضح في أنه يعني بمثلوا نفس وجهة النظر الآن بمثلة الآن أنه الهجرة حق الإنساني يعني بالطريقة اللي ذكرتها أنت الآن ما مختلفة يعني من الـ SPO أو الأوفابي في سياستهم في مسألة محاربة الهجرة في قضايا مرسلية وقضايا أكثر أهمية قضايا الصحة يعني الأستاذ ذكر أنه مسألة الكورونا يعني كيف الفترة بتاعت الكورونا أثرت على الاختصاد كيف فترة الكورونا أثرت على السيستيم الصحي نفسه نعم فيبقى دي القضايا المهمة قضايا المناخ يقول لها قضايا على فكرة متشابكة قضايا المناخ متشابكة مع قضايا الهجرة يعني ما بتوقع أنه سبب الكوارث اللي بتحصل في المناخ هي سبب المهاجرين والمهاجرات نعم لا أعتقد نعم إنما هو النظام الاختصابي الرأسي مالي اللي بيمتص في كل الشعوب اللي هي ما عندها حلغر إنها تلجأ يعني أنا ما بيعتقد إنه ده انتصار إنك ترجع الهجرة إنها تبقى زيرو يعني نعم ليست انتصار ما بيعتقد انتصار جميل جدا فعلا أستاذ رفعت عم بتقلك إنه فعلا اللعب على وطر الهجرة ومكافحة الهجرة وما إلى ذلك يعني فعاليا هو ليس الحلوى ليست المشكلة هل ترى أنه فعاليا حزب الاس بيو أستاذ يعني يمارس سياسة القفز إلى الأمام كما يقال يعني وفعلا يعني يتجاوز الخلل الحقيقي الموجود في الديمغرافية النمساوية اليوم يعني فعليا أصبح مع الأسف توجه يعني كما قالت لا نريد محاربة المشكلة نريد محاربة أسباب المشكلة هل قادر حزب الاس بيو فعليا برأيك نحن اليوم موضوعنا الاس بيو ليست الأحزاب الأخرى نعم هل فعليا قادر على أن يتجرأ ويعمل على محاربة أسباب المشكلة ما بيحسن وهذه يجربوها بالتسعينات القرن الماضي إيام كوستلكا وكليمة تبنى حزب الاشتراكي أفكار حزب الحرية على الهجرة ما الهجرة كانت الهجرة بهذا كل وقت من بلاد تركيا ويغسلافيا السابقة إسا كانت أوروبا ما مفتوحة عرفت كيف تبنوا هذه خسروا ما ربحوا يعني يوم تبنوا موضوع الأجانب والهجرة وإلى آخره مثل ما قلت لك يعني أوروبا بعد ما نفتحت حدود أوروبا الشرقية على أوروبا الغربية 2006 طحشوا هدولي من رومانيا وبولغاريا عرفت كيف وبولونيا وهنغاريا هذا القدوم خفف صعد اليمين اليمين الفوضوي وأسقط الحزب الاشتراكي عرفت كيف وأثر على أصواته كتير فالحزب الاشتراكي طبعا عندهم استطلاعة رأي خاصة فيهم بالحزب عرف كيف بيشوفوا الشعب على إيش ناقم بيشوفوا الشعب على إيش ناقم بيخاطبوا الشعب بيقولوا أنت ناقم على شيء هذا الحل بيحكي فقط حكي حلول ما فينا نيوقف الهجرة مثل ما قلت الدكتورة هجرة هذا موضوع إنساني من أيام العصر الحجر